دائماً مع أدعية القرآن واليوم مع أدعية الدعاة إلى الله لماذا الدعاة إلى الله؟ الذي يدعو إلى الله يحتاج إلى عون من الله فالدعوة تحتاج زيادة إلى الحركة للدعوة الدعاء من الله لكي يوفقك في الدعوة فهناك ارطبات عجيب بين الدعوة إلى الله وبين أثر الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله لن يكون لها أثر إلا إذا اتصلت داعية بالله بالله داعية إلى الله اتصل بالله وليس هنالك اتصال إلا عن طريق الدعاء أن يوفق الدعاة إلى الله ولذلك إن شاء الله تعالى موسى عليه السلام الداعية إلى الله تعالى اسمعوا إليه ماذا دع الله حينما أمره أن يذهب لكي يدعو فرعون هذا الجبار العانيد الذي زعم أنه رب إله يعبد من دون الله اسمعوا لا إلهي الله محمد رسول الله اذهب إلى فرعون إنه طاء ماذا قال سيدنا موسى الداعية إلى الله هذه كل شيء الدؤات ينبغي أن يكرروا هذا الدعاء ويسترسلوا فيه ويستمروا إلى أن يلقوا ربهم قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قوني الله أكبر أي دعاء هذا توسل إلى الله باسم الرب شرح لي صدري أن يكون الصدر منشرحا فإذا كان الصدر مضيقا بالنسبة للداعية كانت الهزيمة النفسية الإنسان الذي لم يكن هو مقتنعا بما يدعو إليه هل يقنع النسى به؟ فالإنسان الذي يستطيع أن يقنع غيره بدعوته وبفكرته بلا أن يكون منشرح الصدر أي أن الصدر شرح وتوسع بمحبة الفكرة التي يدعو إليها لا ريبة ولا شك عنده بل يحب الفكرة التي يدعو إليها ثم قال ويسر لي أمري أي الأسباب التي تعينوني على الدعوة إلى الله يسرها ووفرها لي ثم وحلو العقدة من لساني لابد من الحجة البيانية لابد من البلاغ المبين لابد من الحجة الدمغة التي تقهر الألباب يفقه قولي حتى يكون ما أدعو الناس إليه واضحا يسيرا مستساغا بينا قويا مفحما له سلطان على العقول له سلطان على القلوب له سلطان على الأرواح تخضع له أعناق الجببرة فلابد من الكلام الذي يمتلئ فقه الله أكبر وحلو العقدة من لساني يفقه قولي ثم استمر يدعو وقال واجعل لي وزيرا من أهلي تسأل الله تعالى الأنصار في الدعوة لأن الله يقول للنبي هو الذي أيدك وبالمؤمنين لابد أن تدعو الله تعالى يجعل لهذه الدعوة من الجند الكثير واجعل لي وزيرا أي من يحمل معي ثقل الدعوة من أهلي ثم خصص بعدما عمم وقال هارون آخي ثم قال اشدد به أزري وأشركه في أمري ثم قال العلة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا فقال المولى قال قدوتي تسؤلك يا موسى الجواب الاستجابة لذلك نبغي للإنسان إن شاء الله أن يحفظ هذا الدعاء خاصة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أنا لا بغير تقول مثلا واجعل لي وزيرا من أهلي وزيرا من أمة رسول الله واجعل لي من هذه الأمة من يحمل معي هم هذه الدعوة لماذا؟ كي نسبحك حتى ينتشر دين حتى نعبد العبادة لك حتى نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادتك وحدك كي نسبحك هكذا نون جماعة حتى تنتشر مسألة تقديس الله تنزيه تعظيمه طاعاته محاربة معصيته الدعوة إليه كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرة كنت بنا بصيرة فالله تعالى بصير بضعفنا بصير بنا ونحن نتحرك في الدعوة فنحن نحتاج دعما منك ومساندة وعو في شرح الصدر في تيسير الأمر في حل عقدة اللسان في فقه الناس لكلامنا في دعمنا بالدعاة إلى الله ممن ينصر الدعوة من جند الله الأخفياء والظاهرين لماذا؟ لتستمر عبادتك ليعود الناس إليك ليقدسوك ويسبحوك ويحمدوك ويعظموك ولألائك يشكروك وعلى نعمائك يحمدوك إذا نسى أقرأوا في الأخير إن شاء الله هذا الدعاء رب شرح لي صدري ويسلي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي يمكن لساني يتوقف هنا خاصة من ذو كلي كيقولين إحنا بغينا نفوتو لامتحانة لاش من دعاء اللي ندعي أنا بغيت عندي واحد لانتروتيا إذا دعوها الدعاء إن شاء الله تبارك وتعالى وفهمه وصل الله على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين